شكرا للكابتن هيسم السعيد وشكرا لكل ديوفه الكرام ومراسم تتويج وتسليم الميداليات لبطولة إفريقيا للرجال للكرة الطائرة قدامنا اهو في مراسم التتويج السيد محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة والسيدة بشرة حجيج كان هناك تسليم للميداليات وميداليات الشكر لكل حكام المشاركين في البطولة الحسبوقية وقدامنا طبعا السيدة بشرة حجيج رئيسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة السيد مجيد رئيس الاتحاد التونسي للكرة الطائرة السيد المهندس ياسر امر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أعضاء مجلس إدارة النادي الآلي ومتواجدين كلهم وطبعا ده فريق اللي قدامنا السجون الكيني الحائز على الميدالية البرونزية والمركز الثالث قدامنا كان هناك مباراته منذ قليل انتهت قبل مباراة النادي الآلي بفوز على نادي النصر الليبي وتوجه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية قدامنا هو مراسم التتويج ده فريق السجون الكيني بيقرم قدامنا طبعا وقدامنا أيضا في فريق مولدية بوسالم بيسلم طبعا على فريق السجون الكيني ومولدية بوسالم اللي مباراته كانت مع النادي الآلي وانتهت منذ قليل بثلاث أشوات مقابل لشيء طبعا شفنا مباراة قوية للنادي الآلي مولدية بوسالم الميدالية الفضية والمركز الثاني طبعا مراسم تتويج وتسليم الميداليات مولدية بوسالم العام الماضي كانت في المركز الأول العام ده مركز الثاني وميدالية فضية بعد النادي الآلي البطل وطبعا نادي الآلي ويتوى جهو قدامنا نجومه قدامنا عبدالله عبدالسلام محمد محسن أحمد صلاح موجودين داخلين وراء بعد حمد عثمان محمد رمضان عبدالرحمن الحسيني عبدالحليم مفاهيم قدامنا وعصران وأيضا سيف عبد وإحمد عزب وباقي الجهاز فرناندو منزو محمد السيد ومحمد الحسيني وعبداللطيف عثمان وإحمد أسامة وشادي فهيم والدكتور إهاب فخر الدين وإسلام موسى وإسامة إبراهيم طايمة ومحمد شهير وشريف صلاح الدين عنده النادي الأهلي طبعا إن شاء الله بإذن الله بعد التتويج مهم جدا في ثالث بطولة ليه بطولة كأس مصر كمان فترة وجيزة جدا في رؤية النادي الأهلي السليمة لتنظيم البطولة الإفريقية للأبطال قدامنا السيدة عيدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بالكرة الطائرة وتسليم ميداليات وكووس أفضل اللاعب وأفضل مسجل وهنشوف طبعا كل اللاعب من اللعبة هياخد كأس أفضل ضارب قدامنا ده اللاعب بوسالم فريق بوسالم اللاعب سيميون هو كاميروني محترف في صفوف الفريق مولدية بوسالم أيضا ده اللاعب محمد خليل اللاعب مركز ثلاثة من فريق بوسالم اللاعب رقم ستة شوفناها طبعا وبتسلمه السيدة عيدة إسماعيل وعبد الحليم فهيم عبو على الرغم من عدم اشترافه في آخر مباراة ولكن واخد أحسن لعب في مركز ثلاثة لعيب مجتهد لعيب مميز سواء في النادي الأهل أو في صفوف منتخب مصر عام الماضي كان مصاب ورجع تاني بإصرار وتحدي للملعب بنجاح عبد الحليم فهيم عبو يستاهل طبعا حق صد وضارب قوي ومميز عبد الحليم فهيم عبو بمهور طبعا كله بيقول عبو عبد الرحمن الحسيني أيضا هو وفيه طبعا تحية هيك تحية حب أيضا شايفين الروح اللي احنا اتكلمنا عليها شايفين روح جميلة جدا بتجمع لعيبة بعضها ببعض وبتحب الخير لبعض شكلا لرجال الكرة الطائرة داخل صفوف النادي الأهلي وتغيير الدماء بلعبين على درجة وحب شديد جدا لبعض رؤية النادي الأهلي كانت سليمة لتنظيم البطولات الإفريقية داخل النادي الأهلي اهو كل الحب لعبين بلعبه في مركز واحد على درجة عالية من الحب حاجة فعلا اعتقد ان هما هيبقوا أساس الفترة القادمة داخل صفوف منتخبنا بشكل أساسي إن شاء الله مجتهدين بيقدموا مستوى على أعلى مستوى بينهم كل الحب والوئام مراسم طبعا بالتطويل لسه في أيضا أفضل لبرو لبرو صريح السبون الكيني ترجمة نانسي قدما أكبر الرجاء المترجم هل انهم دهت الأساسي السبغة ؟؟؟؟ وطبعاً الفرحة طبعاً أخذ قدامنا عبدالله عبدالسلام أحسن معد في بطولة إفريقيا عبدالله عبدالسلام وطبعاً مراسم التتويج عبدالله عبدالسلام عمل مستوى هو وحسام يوسف بشكل أكتر من رائع في بطولة إفريقيا استطاع أن هم اللي اتنين يغيروا شكل وملامح الملعب بكوارهم المميزة عبدالله عبدالسلام تاريخ كبير في رياضة الكرة الطائرة داخل النادي الأهلي يستحق دلوقتي طبعاً جائزة أفضل لاعب في البطولة أحمد صلاح أحمد صلاح عبدالنعين يستحق أحمد صلاح ياخد أحسن لاعب في البطولة مجهود طيب أحمد صلاح البطولة كلها اللعب في كل بطولة بأداء مميز من أول البطولة حتى نهاية المشوار أكتر من سبع أو تمن مباريات قدر أنه هو يلعبهم صلاح بقوة وبتسلمه الجائزة السيدة بوشرا حجيك رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مبروك أحمد صلاح مجهود واضح منه واجتهاد واضح وده نتاج ليس نتاج يوم أو اتنين ده نتاج مجهود شديد من جهاز فني مجهود شديد كبير من لعبين كبار على مستوى شكرا للعب النادي الأهلي عبد الرحمن الحسيني عبد الله عبد السلام أحمد صلاح عبد الحليم فهي معبه وشكرا لباقي اللعيبة اللي قدموا مستوى جيد ولكن أربع كؤوس أو أربع ميداليات يستحقوها فعلا أحسن معد وأحسن لعب وأحسن حائط صد وأحسن لعب مركز أربع يستحقوا الموجودين وباقي اللعيبة طبعا على مجهود وعلى مستوى وعلى أداء ممتاز